بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدي البروج النجوم وعن مجاهد أيضا البروج التي فيها الحرس وقال يحيى بن رافع البروج قصور في السماء وقال المنهال بن عمر والسماء ذات البروج الخلق الحسن واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر وهي اثنى عشر برجا تسير الشمس في كل واحد منها شهرا ويسير القمر في كل واحد منها يوما وثلثا فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستمر ليلتين وقوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود اختلف المفسرون في ذلك وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الغزي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوسن الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه ومشهود يوم عرفه وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربدي وهو ضعيف الحديث وقد روي موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه وقال الإمام أحمد حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه أما علي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما يونس فلم يعد أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية وشاهد ومشهود قال يعني الشاهد يوم الجمعة ويوم مشهود يوم القيامة وقال أحمد أيضا حدثنا وقال أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعثر قال حدثنا شعبة عن يونس قال سمعت عمارا مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية وشاهد ومشهود قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اليوم الموعود يوم القيامة وكذلك قال الحسن وقتادة ابن زيد ولم أرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن عياش قال حدثني أبي قال حدثنا ظنظم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة وإن الشاهد يوم الجمعة وإن المشهود يوم عرفة ويوم الجمعة ذخره الله لنا ثم قال ابن جرير عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة وإن الشاهد يوم الجمعة وإن المشهود يوم عرفة ويوم الجمعة ذخره الله لنا ثم قال ابن جرير حدثنا سهل بن موسف هذا من؟ هذا من؟ هذا ابن جرير أبي مالك الأشعري مرفوعا حديث صحيح قال أخرجه الطبري وسنده ضعيف لضعف رواية محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة وإن الشاهد يوم الجمعة وإن المشهود يوم عرفة ويوم الجمعة ذخره الله لنا ثم قال ابن جرير حدثنا سهل بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب ثم قال ابن جرير حدثنا سهل بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس رضي الله عنه ما أنه قال الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وحدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشباك قال سأل رجل الحسن بن علي عن شاهد عن وشاهد ومشهود قال سألت أحدا قبلي قال نعم سألت ابن عمر وابن الزبير فقال يوم الذبح ويوم الجمعة فقال لا ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم ثم قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والمشهود يوم القيامة ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وهكذا قال الحسن البصري وقال سفيان الثوري عن ابن حرمن عن سعيد ابن المسيب ومشهود يوم القيامة وقال مجاهد وعكرمة والضحاك الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة وعن عكرمة أيضا الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم الجمعة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الشاهد الله والمشهود يوم القيامة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي يحيى القبتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وشاهد ومشهود قال الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة وهكذا رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وشاهد ومشهود الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة سبق سبقا الشاهد وقول آخر الشاهد هو يوم القيامة أو يوم جمعة ومشهود يوم القيامة نعم وبه عن سفيان الثوري عن مغيرة عن ابراهيم قال يوم الذبح ويوم عرفة يعني الشاهد والمشهود قال ابن جرير وقال آخرون المشهود يوم الجمعة ورووا في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن حارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة وعن سعيد بن جبير الشاهد الله وتلا وكفى بالله شهيدا والمشهود نحن حكاه البغوي وقال الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود وجمعه أخاديد وهي الحفر في الأرض وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها ولهذا قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين قال الله تعالى وما نقاموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميد وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس ثم قال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما والله على كل شيء شهيد أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية وقد اختلف أهل التفسير فيها ثم قال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما والله على كل شيء شهيد أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة منهم فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليهم علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر منهم فقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم وعنه أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة واحدهم حبشي وقال العوفي عن ابن عباس قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قال ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دنيال وأصحابه وهكذا رواه الضحاك بن مزاحم وقيل غير ذلك وقد قال الإمام أحمد حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبر سني وحضر أجري فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه حتى وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشك ذلك إلى الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر قال فبينما هو ذات يوم إذ أتى على داب عظيمة فضيعة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فأخبر الراهب فأخبر الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم وكان للملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما ها هنا أجمع فقال ما أنا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل نعم أعيد حسن الله عليكم وكان للملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما ها هنا أجمع فقال ما أنا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل سبحانه وإلى الله فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن فدعا فدع الله فشفاه نعم ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك فقال ربي فقال أنا قال لا ربي وربك الله قال ولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فبعث إليه فقال أي بني بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء قال ما أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل قال أنا قال لا قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب فأتى الراهب فقال ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه وقال للأعمى ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض وقال للغلام ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال اللهم كفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فدهده أجمعون وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فبعث به مع نثر في قرقور فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر فلججوا فلججوا به البحر فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوا أجمعون وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فإنك لا تستطيع قتلي قال وماه قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ففعل ذلك ووضع السهم في كابد قوسه ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر فقد والله نزل بك قد آمن الناس كلهم فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأظلمت فيها النيران وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاسع فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي إصبري يا أماه فإنك على الحق الله وك وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن عفان عن حماد بن سلمة ومن طريق حماد بن زيد كلاهما عن ثابت به واختصروا أوله وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير هذه الصورة عن محمود بن غيلان عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس والهمس في بعض قولهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست قال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقيل من يقوم لها فقال من يقوم لهؤلاء فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمة فسلط الله عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألف سبعون ألف ماذا ماذا ما هو ذنبهم ماذا عملوها مش من نسبة هذا قال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء طيب واجب بهم كيف يعجب ثم عذبوا واجب بهم يعني كيف يعجب بهم يعني واجب بعملهم وعمالهم لصد على صواب بسم الله الحمد والسلام والرسول الله وعلى الله والله والسماء إلى تبروج واليوم الموعود وشاهدوا ومشهود وقتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود لهم عليها قعود وهم على ما يفعل بالمؤمن الشهود أختم الله تعالى بهذه المخلوقات لمن فيها من بدء خلق السماية البروج وهي البروج العظيمة النجوم العظيمة التي فيها من الدلائل من الدلائل جمعوا خدوا والشق في الأرض الذين فتنوا المؤمنين ومؤمنات النار يأتي الوقود حيث خدوا هذه الأخدود وضرموها نارا وعرضوا المؤمنين فمن رجع عن دينه وإلا قذفوه فيها لهم عليها قعود وهم على ما يفعل بالمؤمنين تفرجون عليهم ويتلذذون بهلاكهم الله ساء توعاد هم قد وثل أصحاب الحدود أن لذن تؤذهم عليها قود وهم على ما يفعل بالمؤمن الشهود وما نقام منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد ما هو ذنبهم ليس لهم ذنب إلا أن هم أمنوا بالله العزيز الحميد وهذا حيث هي أن أنه يتب بالأعمى يتب بمن آمن بالغلام وعرضوا على النار ويفرق رأسه ما بين لحمه وعظمه وهذا قد أشر رأيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه في أول بعثة لما جاءوا إليه المؤمنون وقد أصاب هم أصاب شدة من الكفار قال إنما كان قبلكم يتابه فينشروا بالناشر الحديث ما بين عظمه ولحمه ما يصدف عن ذلك عن دينه أشر إلى مثل هذا فيها صبرهم على دينهم وأنه صبروا على دينهم صبرا عظيما أما هذا الحديث الخير كذا إيش أشكال خليها في بقية أحسن الله عليكم تكملة قال وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر قال كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يتكهن له فقال الكاهن أنظر لي غلاما فهما أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمي هذا فذكر القصة بتمامها وقال في آخره يقول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد قال فأما الغلام فإنه دفن دفن نعم حسن فأما الغلام فإنه دفن فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل ثم قال الترمذي حسن غريب وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى والله أعلم أيش هذا الحديث الأخير أو الأول هذا رواية الترمذي الأخيرة حسن الله لي فيه صحيح من كلام صحيح ماذا قال صحيح أذكر حديثين الأول مرفوع والثاني قال الحافظ ليس صريح ليس فيه صراح أنه مرفوع الأول مرفوع طيب إذا لماذا لا يعتمد على الصليح هو في صحيح مسلم مصرح من أنه مرفوع رواية صحيح مسلم طيب كيف يقول الحافظ أنه نقع سيخ أنه يحتمل أنه موقوف صحيح لعله رجح هذه الرواية الرواية الترمذي قال في أوله وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي أول مقرأ أول مقرأ سفش الثاني يقول في إشكال نعم أحسن رضيكم قال عن صهيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس والهمس في بعض قولهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست قال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم أختار النقمة طيب خيرا أعجب بنبيا وأن نبيا أعجب بأمته أحسن الله عليكم في ما فيه شيء والله وش في وجهه العجاب في تحفة الأحوذ أحسن عليكم قال كان أعجب بصيغة المجهول من الإعجاب بأمته أي من جهة الكثرة من جهة الكثرة نعم أحسن الله عليكم قال من يقوم لهؤلاء قال من يقوم لهؤلاء قال يقال أعجب بالشيء صره الشيء وعجب منه فأوحى الله إليه أي ذلك النبي أن خيرهم بين أن أنتقم منهم أي أعاقبهم فاختاروا النقمة بالكسر والفتح وكفرحة هي المكافأة بالعقوبة نعم قال إذن أن حديث صهيب هذا رواه الترمذي هكذا مختصرا مجملا ورواه أحمد في مسنده مطولا مفصل فرواه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به قال أفطنتم لي قلنا نعم قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو غيرها من الكلام فأوحي إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث إما أن نصلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت فاستشار قومه في ذلك فقالوا أنت نبي الله فكل ذلك إليك وخر لنا فقام إلى الصلاة وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة فصلى ما شاء الله قال ثم قال أي رب أما عدو من غيرهم فلا أو الجوع فلا ولكن الموت فسلط عليهم الموت فمات منهم سبعون ألفا فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن ما ذنبهم لم يخيروا بهذه ما ذكر ذنبهم الآن ظاهروا أنهم ما ردوا دعوتهم قالوا أنت نبي الله خير لنا ظاهروا أنهم ما ردوا عليهم دعوتهم ما هو ذنبهم لا يستحقوا به هذه الأمور الثلاثة هو قال أعجب بأمته هل هم غير مؤمنين ظاهروا أنهم مؤمنون لأنهم قالوا أنت نبي الله خير لنا ما ردوا دعوته حتى أعاقبوا وقال أن النبي من الأنبياء كان أعجب بأمته فعل الأمته أيضا أعجبوا بكثرتهم أعجب أعجب بأمته ما في أنهم أعجبوا عادثة يكون مثل هذا لفظ آخر أو طريق دخرى يبين ما أبهم فيها وفيها زيادات نعم ما بعد وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم فقال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القراضي وحدثنا أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان وكان في قرية من قراها قريبا من نجران ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل أهل تلك البلاد ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر فلما نزلها فلما نزلها فيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه بن منبه فلما نزلها سيمون أو فيمون طيب سيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه بن منبه قالوا نزلها رجل فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر فبعث التامر ابنه عبد الله بن التامر مع غلمان مع غلمان أهل نجران فبعث فبعث التامر ابنه عبد الله بن التامر مع غلمان أهل نجران فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده وجعل يسأل عن شرائع الإسلام حتى إذا فققها فيه وكان جلس وكان إش بسلام عليكم فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته من هذا فبعث التامر ابنه عبد الله بن التامر مع غلمان أهل نجران فكان إذا مر بصاحب الخيمة صاحب الخيمة ذكره قبل ذلك قال نزلها رجل فابتنى خيمة بين النجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر وهنا قال فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده وجعل يسأل عن شرائع الإسلام حتى إذا فقها فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم وكان يعلمه فكتمه إياه وقال له يا ابن أخي إنك لن تحمله أخشى ضعفك عنه والتامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان فلما فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيه عمد إلى أقداح فجمعها ثم لم يبقي لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح لكل اسم قدح حتى إذا حصاها أو قدها نارا ثم جعل يقذفها فيها قدحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قاذف فيها بقدحه فوثب القدح حتى خرج منها لم يظره شيء فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتبه فقال وما هو قاله وكذا وكذا قال وكيف علمته فأخبره بما صنع فقال أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل فجعل عبد الله بن التامر إذا دخل نجران لم يلق حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه فوثب القدح ثم خرج منها لم يظره شيء فأخذه والتامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيه عمد إلى أقداح فجمعها ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح لكل اسم قدح حتى إذا حصاها أو قد نارا ثم جعل يقذفها فيها قدح حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتبه فقال وما هو قال هو كذا وكذا قال وكيف علمته فأخبره بما صنع فقال أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل فجعل يا عبدالله بن التامر إذا دخل نجران لم يلقى أحدا به ذر إلا قال له يا عبدالله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء فيقول نعم فيوحد الله ويسلم فيدعو الله له فيشفى حتى لم يبقى بنجران أحد به ذر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه فقال له أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلن بك قال لا تقدر على ذلك قال فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس وجعل يبعث به إلى مياه نجران بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس فلما غلبه قال له عبد الله بن التامر إنك والله لا تقدر على قتلي حتى تؤمن بما آمنت به وتوحد الله فإنك إن فعلت صلت علي فقتلتني قال فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن التامر ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله وهلك الملك مكانه واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن التامر وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه ثم أصاب هم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بن جران اسم اسم الله تكلم عليه تكلم عليه قال أعزاه إلى السيرة النبوية لابن هشام قال سنده مرسل مرسل طيب صلى الله لكم في أول الآيات عندي في النسخة ويسير القمر كل واحد منها يومين وثلثا فذلك ثمانية وعشرون منزلة يومين وثلثا نعم صلى الله لكم فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستمر ليلتين طبعة الأخرى ويستسر ليلتين استسر يومين يختفي الاستسرار هو الاختفاء في آخر الشهر صلى الله بكم صلى الله لكم شيخنا بالنسبة للحديث الترمذي اللي هو فأعجبه موضوع الإهلاك القوم أو كذا الشاهد والعلم شيخنا فيما رأيت من بعض الشروح أو حتى شرح التحف الدحوة لأنه أنه أعجب بأمته فأهلكهم الله لإعجابهم بأي شيء لا يقول من يروم هؤلاء يعني من يصدع هؤلاء أن يغلبهم أن يغلبهم يعني بقوتهم فأوحى الله إليه أنه اختر لهم ثلاث أمور هكذا يعني ما ذنبهم الآن العجاب لأنه أعجب بهم هو العجاب من قبله وهل هم يعني يحاسبون في العجابه لعله أنه لقواتهم وشدتهم يعني أراد أنه يهليكه لهم حتى لذلك نعوه صمت في الحديث يقول عندما رأك قال نعوه صمت فأنا أقول الآن حيث رأى كثرتهم اللهم بك أحاول بك أصاب بك أقاتل من هذا هذا من نص عندنا من قال نبي يقول نعم نبينا قال فأنا أقول الآن حين رأى كثرتهم اللهم بك أحاول بك أصاب بك أقاتل نبينا ولنبيهم هذا رسولنا نحن لذلك هنا قال إن النبي في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث إما أن نسلط عليهم الحديث هذا لو كان فيه أنهم ردوا دعوته فجب بهم ردوا دعوته فشوارهم قال فاختاروا الموت لكن لا كان فيه سقط أنهم ردوا عدو دعوته فاعقبهم الله لأن من شرح الحديث من شرح من الكذا قالوا شرحوا على موضوع العجب في بعض المنتديات وكذا شرحوا على بعض العجب أنه أعجب بقومه لكثرتهم العجب هذا نص الحديث نص الحديث لكن كونه أعجب بهم هل أجب عقوبتهم أو إهلاكهم كلها ما فعلوا شيئهم لكن فقط لأن الإعجاب بهم وبقوتهم قال يعني الله رضا الله أن يأخذهم منه حتى يعني كان في مثل القصة الأعلى الذين أخرجوا من جالهم وملوه الحذر البوت فقال الله موتوا ثم أحياهم أولئك الذين يخرجوا حذر الموت قال الله أموت كانهم أولئك يعني عملوا بنقيض قصتهم والله أعلم يقول هنا الحافظ من كثير وهذا السياق ليس فيه صراحة أن السياق هذه قصة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال قال شيخ الحافظ أبو الحجاج المزي فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي فإنه كان عنده عم من أخبار النصارى انتهى وقال الحافظ الفتح صرح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب ومن طريقه أخرجها مسلم والنسائه وأحمد وقفها معمر عن ثابت من طريقه أخرجها مسلم حسنا يكفي خبش ينذب ماذا كان لهم أعجب عن مسلم لا أعلم تخبيل طيب على كل حال يعني فيها كان القصات فيها يعني فيه شيء يعني استترى فيها شيء يكون هو السبب أحسن الله لكم شيخ هو الإشكال هو سبب يعني سبب قتلهم أو موتهم صحيح هذا هو الاستشكال الموت الموت قد من قصة الذين خرجوا من ديهم وقالوا هذا الموت وقالوا الله من ثو ثم أحيائهم مجرد الموت دون عقوبة لكن لما هذه العقوبة تقصدون نعم نعم سبابها يعني لكن قد يكون إذا كان الموت يعني من دون شيء آخر فالموت لا بد من بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين قال ابن إسحاق فهذا حديث محمد بن كعبن القرضي وبعض أهلنا جران عن عبد الله بن الثامري والله أعلم أي ذلك كان قال فهذا إيش قال ابن إسحاق نعم لعله لأن يقصد على الحديث لذلك قبل قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق فهذا حديث محمد بن كعبن القرضي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر والله أعلم أي ذلك كان طيب قال فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل فخد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منه قريبا من عشرين ألفا ففي ذي نواس وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقاموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد قال هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس واسمه زرعة ويسمى في زمان مملكاته بيوسف وهو ابن تبان أسعد أبي كرب كرب هكذا نعم الرأو الباء نعم وهو تبع الذي غز المدينة وكس الكعبة واستصحاب معه حبرين من يهود المدينة فكان يهود من تهود من أهل اليمن على يديهما غز المدينة وكس الكعبة لا هكذا نعم كيف يجب بين أمره الكعبة عظمها كسها وغز المدينة أي مدينة لأن النبوية أو غيرها شيخنا هلأ هو الظاهر بهذا أن المدينة هل كان يقصد قبلها كس الكعبة يعني جمع بين أمره الغز المدينة وكسها وغز المدينة طيب كم هذا يشبره ويتش بإسحاق نعم هكذا ذكر محمد إسحاق في السيرة السيرة نعم نعم واستصحب معه حبرين من يهود المدينة فكان تهود من تهود من أهل المدينة على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوط فقتل ذو نواس في غدات واحدة في الأخدود عشرين ألفا ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان ذهب فارسا وطردوا وراءه وطردوا وراءه فلم يقدر عليه فذهب إلى قيصر ملك الشام أو إلى قيصر ملك الشام فكاتب إلى النجاشي ملك الحبشة فأرسل معه جيشا من نصار الحبشة يقدموهم أرياط وأبره فاستنفى استنقذوا اليمن من أيدي اليهود وذهب ذو نواس هاربا فلجج في البحر فغرق واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة ثم استنقذه سيف بن ذيزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسر ملك الفرس فأرسل معه من في السجون وكانوا قريبا من سبع مئة ففتح بهم اليمن وراجع الملك إلى حمير وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين وقال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته فوجد عبد الله بن الثامري تحت دفن فيها قاعدة تحت دفن فيها قاعدة قاعدة نعم قاعدة يعني تحت دفن يعني من دفن الجهلية تحت يعني من ذهب وكذا كنز يعني فوجد عبد الله بن الثامري تحت دفن فيها قاعدة واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده فإذا أخذت يده عنها ثاعبت أو ثاعبت دم وإذا أرسلت يده عدت عليها فأمسك فأمسك الدمها وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره فكتب عمر إليهم أن أقره على حاره وردوا عليه الدفن أو الدفن الذي كان عليه ففعلوا وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله حدثنا أبو بأبو بلالني الأشعري قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بنوا فسقط فقيل له إن تحته رجلا صالحا فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب أنا الحارث بن مضاد نقمت على أصحاب الأخدود فاستخرجه أبو موسى وبن الحائط فثبت قلته والحارث بن مضاد بن عمر بن مضاد بن عمر الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين أولوا أمر الكعبة بعد ولدي نبت بن إسماعيل بن إبراهيم بعد ولدي نبت نبت هكذا نعم نبت قال هنا في نسخة أخرى ثابت ولد ثابت بن إسماعيل لا نبت وولد الحارث هذا هو عمر بن الحارث بن مضاد هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب كأن لم يكن بين الحاجون إلى الصفى أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب بقرب من خمسمائة سانة أو نحوها وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما من الله السلام وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من خمسمائة سانة أو نحوها وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما من الله السلام وهو أشبه والله أعلم وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا صفوان وعبد الرحمن لجبيل قال كانت الأخدود في اليمن زمان تبع وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حيث صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد قال كانت الأخدود في اليمن زمان تبع وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حيث صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد فاتخذوا أتونا وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد وفي العراق في أرض بابل بخت نصر الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فامتنع دانيال وصاحبه عزرية وميشايل فأوقد لهم أتونا وألقى فيه الحطب والنار ثم ألقاهما فيه فجعلها الله عليهما بردا وسلاما وألقاهما منها وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلتهم النار صلى الله عليه وسلم وقال أسباط عن السد في قوله قتل أصحاب الأخدود قال كانت الأخدود ثلاثة خد بالعراق وخد بالشام وخد باليمن وعن مقاتل قال كانت الأخدود ثلاثة واحدة بنجران باليمن والأخرى بالشام والأخرى بفارس أما التي بالشام فهو أنطنانوس الرومي وأما التي بفارس فوضحت نصر معيش أما الذي نحصل الله إليكم وعن مقاتل قال كانت الأخدود ثلاثة واحدة بنجران باليمن والأخرى بالشام والأخرى بفارس أما التي بالشام فهو أنطنانوس الرومي وأما التي بفارس فهو بخط نصر وأما التي بأرض عربي فهو يوسف ذو نواس قال وعن مقاتل قال كانت الأخدود ثلاثة واحدة بنجران باليمن والأخرى بالشام والأخرى بفارس أما التي بالشام فهو أنطنانوس الرومي وأما التي بفارس فهو بخط نصر وأما التي بأرض العربي فهو يوسف ذو نواس فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله فيهم قرآن وأنزل في التي كانت بنجران وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع هو بن أناس في قوله قتل أصحاب الأخدود قال سمعنا أنهم كانوا قوما في زمان الفترة فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين وحدث حديثهم فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوفان التي اتخذوا وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له فقال لهم إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني قاتلكم فأبوا عليه فخد أخدودا من نار وقال لهم الجبار ووقفهم عليها اختاروا هذه أو الذي نحن فيه فقالوا هذه أحب إلينا وفيهم نساء وذرية ففزعت الذرية فقالوا لهم لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها ففي ذلك أنزل الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات وقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ورواه بن جرير قال حدث عن عمار عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه وقوله متعالى إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حرقوا قاله بن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن أبزا ثم لم يتوبوا أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وذلك أن الجزاء من جنس العمل قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة سأل الله إليكم نعم هذا في أن الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضيح يعرض التوبة على هؤلاء الذين حرقوا المؤمنين بالنار وعذبوهم ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة إن الذين فاتنوا من المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم على أبو جهنم ولهم على أبو الحريق فلهم على أبو الحريق جزاء أفاقة فحرقوا المؤمنين وحرقوا مننا وصلى الله عليه وسلم ومع ذلك فتح الله لهم باب التوبة فمن تابتها بالله عليه ومن صر على غلاده وكفره وتحريقه المؤمنين فالله حرقه مننا صلى الله عليه وسلم نعم السلام عليكم أهل المآصة في مسلم معروف نعم لكن بس زيادات هذه والنعم أولا نقول هذا في الشرع من قبلنا ثانيا أنا ما فيها دليل وفي دلالة الانتحارية بعضهم يستهل بياء غير هذا في شيء أقلع أوضح من هذا في فصة عامر لما رجع عليه ذباب السيفة ف لما تبارس هو اليهودي ورتد عليه ذباب السيفة فقال الصحابة هو في النار فقال لأخي السلام للأكوعة رأاه حزينا وقال ما لك قال إنه فينا قال كذبا قال إنه الجاهد المجاهد قال العربيون الشاب يهبث له فارتد يعني بباب السيفة فقال فقال وإيش فقال هو في النار فإذا كان هذا ارتد عليه ذباب السيفة وهم لم يقصد أن يقتل نفسه أشكال الصحابة وقال وفي النار فكيف بالذي يقتل نفسه مباشرة هذا ما فيه أشكال هذا إن العمل التحارية قتل نفسه هذا كان أخوه عامر لما تبار رسول الهودي وارتد له أبو سيف فقال الناس هو في النار قتل نفسه وما قتل نفسه فإذا كان هذا أشكال على الصحابة وظنه فكيف بالذي قتل في النار هذا ما فيه شكال ما فيه شكال هذا أقرب هذا يستدل أقرب من هذا هذا نعم مقصد ما وظنه الغلام أرد أن يؤمن الناس مثله مثل صاحب يسين الذي جاء ودعا قومه فقتل فقال يا لا تقومي عالمون بما أفر لربي وجعني من المكرمين نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ من الصحاب في قصرة عمل قالوا حابط عمله وقال من قال ذلك كلام من قال ذلك إنه الجاهد ومجاهد قال حابط عمله لنرتدي ذبع وسيف نعم نعم يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنة تجري من تحت الأنهار بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم ولهذا قال ذلك الفوز الكبير ثم قال إن بطش ربك لشديد أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب ولهذا قال إنه هو يبدئ ويعيد أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع وهو الغفور الودود أي يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان والودود قال ابن عباس وغيره هو الحبيب ذو العرش أي صاحب العرش العظيم العظيم الودود الحبيب نعم نعم ذو العرش المجيد بالعرش المجيد بالضم صفاء صفاء لله بالعرش المجيد بالكسفة صفاء العرش نعم في قرعتها نعم صلى الله الله قال ذو العرش أي صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق وسقفها وأعظمها ومحيط بها نعم والمجيد فيه قراءة أرثوا على أنه صيفة للرب عز وجل والجر على أنه صيفة للعرش وكلاهما معنا صحيح فعال لما يريد أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله كما روينا عن أبي بكر الصديقي أنه قيل له وفي مرض الموت هل نظر إليك الطبيب قال نعم قالوا فما قال لك قال قال لي إني فعال لما أريد سبحانه وتعالى وقوله هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود أي هل بلاغ كما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقومة التي لم يردها عنهم أحد وهذا تقرير لقوله إن بطش ربك لشديد أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا أخذا عزيز مقتدر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الجنود فقام يستمع فقال نعم قد جاءني لعله مرسر شيخنا رأس من القائل هذا عمر بن ميمون صحيح مرسر لا ماذا قال عليه قال اسم ابن الضبعي في أنه مرسر صلى الله عليه وسلم وقوله بل الذين كاثروا في تكذيب أي هم في شك وريب وكفر وعناد فالله من ورائهم محيط أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه بل هو قرآن مجيد أي عظيم كريم في لوح محفوظ أي عظيم كريم كريم نعم في لوح محفوظ أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والناقص والتحريف والتبديل قال ابن جرير حدثنا عمر بن علي قال حدثنا قرة بن سليمان قال حدثنا حرب بن سريج قال حدثنا عبد العزيز بن صهيم عن آنس بن مالك في قوله في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في جبهة إسرافيل قال إيش؟ قال إن الله قال إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال في جبهة إسرافيل هذا عن أنس عن أنس وقف على أنس نعم في قوله تعالى نعم هو ساقه الطبري عن أنس بس عن أنس قال عن أنس في قوله تعالى بل القرآن مجيد قال إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله تعالى قال في جبهة إسرافيل وقال ابن أبي حاتي من حد ثانى أبي ما تكلم عليه عندي فقط يعني عزاه عزوا لكن نسخة ثانية خرجه في جبهة إسرافيل شو عندكم بعفو الألباني حسابيكم السلسة البعيدة ها بعفو الألباني السلسة البعيدة السبب 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 تضعي ها قال سنبه ضعيف لضعف قرة ابن سليمان وحرب ابن سريج صدوق يخطئ طيب وقوف وكذا يعني ولو صح هل كان يأخذ عن بني إسرائيل غريبا نقول في جوة إسرافيل ها قال لا صح نعم قالين لو صح كان يبحث عن أنس هذا يأخذ عن بني إسرائيل ولو ما يأخذ وأن الرواية التي بعدها كمان ساقها لهذا السياح فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن أبا الأعيسي هو عبد الرحمن بن سلمان قال ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده وما بعده بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه قال ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ مرفوع هذا هذا قال عن عبد الرحمن بن سلمان رحمة سلمان قال قال ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه واللوح المحفوظ في عيني إسرائيل نعم قال هنا بين عيني قبل قال في جمعي إسرائيل مثل ما قال ماذا قال عليه هالموقوف على إيش ما خرجوه هذا ما أظن حتى صحابي عبد الرحمن وش عالم من قال هو عمن أن أبا الأعيسي هو عبد الرحمن بن سلمان قال ما من شيء لا يعوّل عليه نعم أبا الأعيس نعم وقال الحزن البصري إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه طيب بقي الصورة كثيرة لا بقي يعني أقل من نصف وجه طيب كم بعد قال حسن أقرأ قال حسن وقال الحزن البصري إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على ينزل منه ما يشاء على ما يشاء من خلقه وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر أخبرني مقاتل قال قال أخبرني مقاتل قال أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال إنه في صدر اللوح لا إله إلا الله إلا الله وحده دينه الإسلام دينه دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة قال واللوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وحافتاه من الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء وقلمه النور وكلامه معقود بالعرش وأصله في حجر ملك وقال مقاتل اللوح المحفوظ عن يمين العرش وقال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء ما يشاء الله عليه انتهى ولا باقي انتهى حسن الله ما يشاء الله عليه عندي أحسن عليكم قد ضعفه الباني في ضعيف الجامع وقال في شرح العقيدة الطحاوية وقد رواه الطباراني من طريق آخر نحوه عن ابن عباس موقف عليه وإسناده يحتمل التحسين نصر ثاني عندنا قال وزياد وليث وضعيفان في في ليث سيد غير نعم وزياد وقد جاء موقف على ابن عباس ورد الطباراني في الكبير من طريق بوكير بن شهاب عن سيد بن عباس بن حوي وان صار في اختلاف بأنه موقوف وكذلك المرفوع وفي ليث وفي زياد قال حدثنا عبدالله بن محمد قال قال عبدالله وسمعته أنا منه قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري الفزاري عن عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عبدالرحمن بن خالد بن أبي جبلني العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر في مشرق ثقيف أنا أشألي قبله عن عبدالرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن جبل هذا الصحابي أبو صحابي صحابي أنا أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول والسماء والطارق حتى ختمها قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه وقال النسائي حدثنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر قال صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبتان أنت يا معاذ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا قال تعالى ماذا تخريجه البقاري ومسلم شيخان عندي محشي أخرجه البقاري ومسلم قصة معاذ معروف نعم لكن فيها قرأتها فيها والسماء والطارق فقرأتها ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ولهذا قال تعالى والسماء والطارق ثم قال وما أدراك ما الطارق ثم فسره بقوله النجم الثاقب قال قتادة وغيره إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طرقا أن يطرق الرجل أهله طرقا 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 نعم أن يأتيهم فجأة بالليل هذا الطرق فسره بأن يأتيهم فجأة بالليل أن يطرق طرقا نعم وفي الحديث الآخر المجتمل على الدعاء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وقوله تعالى الثاقب قال ابن عباس طارق سمي طارق لأنه يضرق بالليل ويختفي بالنهار هل يسمى طرق هذا؟ نعم أن يطرق أهله ليلا يعني لما فيه من الخفى من الاختفاء نعم وقوله تعالى الثاقب قال ابن عباس المضيء وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها وقال عكرمة هو مضيء ومحرق للشيطان وقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات كما قال تعالى أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات هذا هو جاوب قسم والسماء والطارق أقسم سبحانه بالسماء والنجم بشيئين السماء والطغفة والطارق بالنجم إن كل نفس لما حافظ إن نافيا بمعنى ما يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ أقسم سبحانه الثالث بالسماء والنجم أن نكون نفس عليها حافظ بالله تعالى نعم كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق تنبيه للإنسان على كما أخبر تعالى كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى خلق مما إن دافق يعني المني يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل ولهذا قال يخرج من بين الصلب والترائب يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها قال شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر سمعت الحكمة ذكر عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب قال هذه الترائب ووضع يده على صدره وقال الضحاك وعطيه عن ابن عباس تريبة المرأة موضع القلادة وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الترائب بين ثدييها وعن مجاهد الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر وعنه أيضا الترائب أسفل من التراقي وقال سفيان الثوري فوق الثديين وعن سعيد بن جبير الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل وعن الضحاك الترائب بين الثديين والرجلين والعينين وقال الليث بن سعد عن معمر بن أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قوله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب قال هو عصارة القلب من هناك يكون الولد وعن قتاده يخرج من بين الصلب والترائب من بين صلبه ونحره وقوله تعالى إنه على رجعه لقادر فيه قولان أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما والقول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالى يوم تبلى السرائر أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر اللواء عند إسته نعم يعني في مخدمة عند دولة نعم يقال هذه غدرة فلان ابن فلان هذه فضيحة صلى الله عليه وسلم والعافية للغادر نعم وقوله تعالى فما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة أي في نفسه ولا ناصر أي من خارج منه من خارجه أي من خارج منه أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك قوله فما قبله إنه على رجح لقادر عسن الله إليكم أي إنه على رجح لقادر فيه قولان نعم أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه نعم والثاني لقادر على ذلك قاله مجاهد وعكرم وغيرهما والقول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة وكلهما صحيح الله على كل شيء قادر على إعادة الماء المهين إلى مقره وقادر على بعث الإنسان وإعادة مرة أخرى إنه على رجع لقادر وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع نعم هو الذي يبدو الحقه المعيد وهو في موضع متعددة والسماء والطائرق ومع ذلك والطائرق نجو الثاقب إن كل نفس لما يحفظ فليظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من الصلب والترائب صلب الرجل والترائب المرأة أضعب الصدر يخلق منهما إنه على رجعه القادر قادر على إعادة الماء المهين إلى مقره وقادر على أيضا على إعادة البعث على إعادة الإنسان وبعثه بعد موته يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا أصناعه وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالى يوم تبلى السرائر أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر اللواء عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان يعني عندما قادته تأتي عندما قادته فريحة نعم وقوله تعالى فما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة أي في نفسه ولا ناصر أي من خارج منه أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك إنه على رجعه لقادة فما له من قوة من نفسه ولا ناصر من غيره أي فما يستطيع أن ينقذ نفسه نعم قال تعالى والسماء ذات الرجل في الآية الأولى من أول من آخر سورة البروج إن قالوا إن نبص ربك لشديد إنه هو يبدو ويعيد وهو الغفور الودود والأرش المجيد فعال لما يريد فيها تهديد وعيد الكافرين ومجرمين إن نبص شديد إن أخذه في الآية إن أخذه آليم شديد إنه هو يبدو ويعيد يبدو الخلق ويعيده مرة أخرى وهو الغفور الودود من أسمائه الغفور ويغفروا لعباده الزلات ويتوى عليهم إذا تابوا الودود متوددوا إلى عباده بالنعم وبالتوبة عليهم وبعرض التوبة لهم والغفور المدود بالعرش المجيد صاحب العرش سبحانه وتعالى وقد تمدح نفسه بأنه ذو العرش قل لو كان معه آلتهم كما يقولون إذا اللبتة وإذا العرش سبيل ذو العرش صاحب العرش الذي هو سقف المخلوقات وعظمها وعلاها المجيد بالرم وصف لله تعالى من أسمائه المجيد وصفات العظيمة وبالجر قلت بالجر ذو العرش المجيد وصف للعرش فعال لما يريد فعال فعال لما يريد يفعل ما يريد وفي الرد على من أنكر الصفات الفعلية من أنكر على من قال إن الله تعالى لا يفعل ولا يخلق وأنكر الصفات الفعلية ففعال من صفاتها أنه فعال وخلاق من صفات الكمال فعال لما يريد فعال لما يريد وقال هذا تاك حديث الجنود فرعون وثمود فصفهم هؤلاء الجنود هؤلاء المخلوق المخلوقون المتجبرون أهلك هم الله تعالى بل الذين كفروا في تكريب في تكريب للرسل تكريب لله عز وجل تكريب للقرآن والله من ورائهم وحيط وحيط بهم لا أخفى لشو من أعمالهم قادر عليهم بل هو قرآن مجيد هذا القرآن عظيم عظيم الصفات في لوح محفوظ وهو اللوح مكتوم في اللوح المحفوظ وأنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه منجما على حسب الحوادث وهو مكتوم في اللوح المحفوظ ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم سمعه جبرائي من الله بحرف وصوت ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم ورد على الشاعر الذين يقولون إن القرآن إن القرآن معنى قائم بالنفس هذا باطل ورد كذلك على المعتزل يقولون إن القرآن مخلوق فالشاعر يقولون القرآن معنى قائم بالنفس وأما هذا المنزل فهذا هذا القرآن الذي يقرأ عبر به جبريل عبر به محمد ومنهم من قال أخذه جبريل من الله المحفوظ فالطواف طيب قالوا إن عبر به محمد وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشيطان الرجيء إنه لقول رسول كريم في سورة الحق إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر وقال للمسؤمنون وقال آخرون بل هو من تعليف جبريل استذلوا بعاية التكوير إنه لقول رسول كريم وقال الطائفة أخرى إنه أخذه جبريل من الله المحفوظ وهذا باطل والقرآن لفظه ومعنى اسم اللفظه ومعنى هو كلام الله تكلم الله به الشاعرة مذهبهم نصف يوافقون المتزلة في أن الحروف ورصوات مخلوقة ويوافقون أهل السنة في أن المعنى من الله وهل السنة يقول لفظه ومعنى حروف وألفاظه ومعنى من عند الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح المحفوظ من الزيادة والنقصان لا يبسه أحد ولا يقدر عليه أحد بل هو محفوظ فرح يوفق الله جميع طاعته وثبت رجل الله لا لا السبع القادم إن شاء الله السفرية الثلاثة والأربعة القادمة يقولنا أعلننا يقولنا السبع الماضي سبع الله أحب شكرا الله شكرا 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 شكرا